وصية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله ما صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال سيد الشيخ الأكبر رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وسعي المسلمين أجمعين يعني بس أنا بني علق أنه خسرت الأسئلة عن الشيخ الأكبر يلي ما عنده حسن اعتقاد ما بيصلح له قراءتها الكتاب وصية حسن الظن بربك على كل حال ولا تجسئ الظن فإنك لا تدري هل أنت على آخر أنفاسك في كل نفس يخرج منك فتموت فتلقى الله على حسن الظن به لا على سوء ظن فإنك لا تدري لعل الله يقبضك في ذلك النفس الخارج ودعا كما قال من قال بسوء الظن في حياتك وحسن الظن بالله عند موتك وهذا عند العلماء بالله مجهور فإنهم مع الله بأنفاسهم وفيهم الفائدة والعلم بالله أنك وفيت في ذلك الحق حقه فإن من حق الله عليك الإيمان بقوله وننشئكم فيما لا تعلمون فلعل الله ينشئك في النفس الذي تظن أنه يأتيك نشأة الموت والانقلاب إليه وأنت على سوء ظن بربك فتلقاه على ذلك قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روا عن ربي أنه عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا وما خص وقتا من وقت وجعل ظنك بالله علما بأنه يعفو ويغفو ويتجاوز وليكن داعيك الإلهي إلى هذا ظن قالوا تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فنهاك أن تقنط وما نهاك عنه يجب عليك الاتهاء عنه ثم أخبر وخبره صدق لا يدخل النسخ فإنه لو دخل النسخ لكان كذبا والكذب على الله محال فقال إن الله يغفر الدنوب جميعا وما غخص دنبا من دنب وأكد بقوله جميعا ثم تمم فقال إنه هو فجاء بالضمير الذي يعود عليه الغفور الرحيم من كونه سبقت رحمته وغضبه وكذلك قال الذين أسرفوا ولم يعين إسراف من إسراف وجاء بالاسم الناقص الذي يعمو كل مسرف ثم أضاف العبادة إليه لأنهم عباده كما قال الحق على عبد الصالح عيسى عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم إن تعذبهم فإنهم عبادك فأضافهم إليه تعالى وكف شرفا شرفوا الإضافة إلى الله تعالى أذا فيه أي سؤال نحاول أن نجيبه سيدي ذكر هنا قال فإنهم مع الله بأنفاسهم ما المعنى هذا سيدي وكيف يعني سعداتنا الصوفية في هذه الحياة يذكرون الله ويتذكرون دائما مع أنفاسهم أو مع أحوالهم لاحظت كيف بينما أصحاب الدنيا بيكون هاكلهم الطعام الفلاني أو النمو الفلاني أو ما إلى ذلك في سؤال آخر ما في سؤال آخر سيدي لما ذكر هنا أن الذين أصرفوا على أفاسهم أن الله يغفر الذنوب جميعا هل هذا يعني جميع الذنوب حتى إنسان إذا كان يعني غير مسلم نحن عند عند الاعتقاد عند أهل السنة والمسلمين جميعا أن أن أنه لا يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك يغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن يشرك لمن يشروح أن نفعل سيدي فعل لمن يشروح أن نفعل نفعل إلى لمن يشروح يقال إذا أردت أن تخاطب الله أن تصلي وإذا أردت أن تخاطب الله تقلعه القرآن هل يمكن تحدثون عن هذا المعنى يعني الكلام كله يكون عن طريقين وأنا هذا يقال ما أعتقد بهذا القول لأنه في قراءة الفاتحة ورد في الحديث الصحيح لما يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله حميدني عبدي فلذلك الخطاب يكون في الصلاة أنت تخاطب لا والله يخاطبك فلذلك أزب جبليمين قال هذا القول الله أعلم به هل الأشاعر يقدمون العقل على النص؟ لا المعتزلين الذين يقدموا العقل على النص وأهل السنة يقدمون النص على العقل سبحانه وتعالى يَعْلَمَ يَعْلَمَ يَعْلَمَهِ نَوْهِ نَوْهَا عَلَى بعض السلافية المعاصرة يقول أن الإمام الأشعري رجع على عقيدة التجسيم عقيدة التجسيم كما ذكر سيدنا عبدالله النبلسي تؤدي إلى الكفر ولذلك أنا لا أعتقد أن الإمام الأشعري رجع إليها وهي عقيدة في عقيدة سلافية قديمة وهي فيها تفويض في عقيدة سلافية معاصرة فيها تجسيم هذا التجسيم ذكر سيدنا عبدالله النبلسي أنه يؤدي إلى الكفر هذا أقصد بالقول ذكرتمه ودعا كما قال ما نقال بسوء الظن في حياتك وحسن الظن بلا عندك في هذا أظن الشيخ سعيد البرهاني في تعريقاتي عن الهدية العلاقية مترجم أنه هذا أقول لبعض الحنفية وقول الشافعي باستواء سوء الظن وحسن الظن حتى يأتي إلى الوفاة هناك ضوابط حسن الظن قال صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجل لمن أثبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان يعني لما تنظر إلى نفسك ينبغي أن تعمل بهذه التكاريف اللي منها واجبات ومنها محرمات ولما تنظر إلى الله سبحانه وتعالى أظن أن الله سبحانه وتعالى له حضرة الإقصلاق كيف نجمع حسن الظن بالله والخوف من الله أنا أظن السؤال ما لازم يكون هكذا لازم يكون حسن الخوف والرجاء وبيقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي وعزتي وجليلة أجمع على عبري خوفيني ورجائيني أبداً خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة وأميني أبداً وإن أمينني في الدنيا أخفته يوم القيامة لو كان هو من أهل السعاد في هذا أنا أجابت بالعربي وإن أميني أبداً يجب أن تقوم بالعربي الخوف والرجاء والخوف والرجاء وإن أبداً من أيين يقول أن أهل السنة أشعر ومفوضة ثلاثة 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 سيدنا عبدالغنبالسي in his book Fath al-Rambani he said that the one who is in the middle namely he is Salafi or Mu'awel this is he considered him as Naji and the one who is extremely took any of these steps he called them the Salafiyya he called them Kafir the other one even though he did not called them Kafir he called them Mukhtir عمليا كيف نحسن الظن بالله تعالى by the knowledge يعني بمعرفة الله سبحانه وتعالى واعتقاد أن الله سبحانه وتعالى أقرب إلينا كل شيء في التطبيق العملي لأن كلنا نعتقد ذلك لكن التطبيق العملي هنا يتفاوت الناس فيه كيف نجمع بين حسن الظن وبين العمل الذي يشوفه المعاصر المخالفة ذكر ابن عطاء الله في حكمه أنه إذا أردت أن تسيء الظن فانظر إلى نفسك وإذا أردت أن تحسن الظن فانظر إلى ربي هل الصحابي يفوضون أو أولونا سبحان الله والله الآن نقرأ كتاب مع بعض أصحابنا مو بس الصحابي أكثر كل علماء تقريبا كل علماء أهل السنة والجماعة باستثناء هذه الشائعة التي شاعت الله مو بس الصحابي يعني أنا أرفض أن أقول أن الصحابي لا أقول أن كل علماء كل علماء تحب أن أجبك أبسي in what ways سيدنا أويس القرآن knows the Prophet صلى الله عليه وسلم basically when we have plenty of people listening to us we should have the authentic narration about this سيدنا أويس القرآن I may not know him but there is many of those non-authentic stories about him ما أصول أهل السنة والجماعة العقيدة الطحاوية التي ذكرها الإمام الطحاوي ذكر أن هذا اعتقاد أبو حنيفة أبو يوسف ومحمد وأظن أنه اعتقاد البقير regarding the question about الله being according to our opinion of him would this be right to say that this is regarding personal relationship to him to Allah I think we differ a lot in our relationship to Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala relates with all of us you know what's available or what's ability of this you know but we differ dramatically in our relationship to Allah subhanahu wa ta'ala la tukul a ha'naf anu mademt fi sحت te to ghani bjanib aah lkhaf وإذا قرب عمرك من الانتهاء تغلب جانب الرجاء الشيخ الأكبر قال أن ندعو نعم هو يقول أنه دائما لازم تحس تكون الرجاء غالب على الخوف يقول أن سَفرح م придумazione قرآن أفرح م أفرح ملت عام صيد عنو صيد عنو أفرح مرأز قرآن ما ساعد في ح gagnان قرآن مرأز وبطي لا يؤ팝 قرآن سيد قبل enrichbول وئنا أفرحśli قرآن أفرح ذكر الشيخ عبد العربي كما في كتاب روح ولم أزل أبدا والحمد لله جاهد فقهاء بحق الفقراء السادة حق الجهاد وأدب عنهم وأحمي بهذا وبهذا فتح لي ومن تعرض لذبنهم بأخذ فيهم على التعين وحمل من عشر على من عشر فإنه لخفة الجاهي ولا يتلح أبدا انتهى شو أقول لي للأسف يعني نحنا كثير من أناس يكون عندهم صفاء قلبي وصفاء ذهني لكن متى ما تعلموا شيء من العلم الشرعي بيظنوا أنهم هم الأساس في ذلك قرآن والسنة فقط على فهمهم وهذا في حصر للقرآن والسنة فلذلك تجد كثير منهم يلي كان محب للنبي صلى الله عليه وسلم بيصير يحبه باعتداد يلي كان يصلي سنة العصر ما بيعد يصلي سنة العصر وهكذا أنا لا أضع عدد معينة بالاسم لحافظ القرآن لكن أقول أنه أنه كل الاستعدادات والقوة تختلف ما هو الاستحسان في أصول الفقه الاستحسان الذي فرد به أبو حنيفة هو تفريغ بين شيئين وظن أنهما متماثلة ومثال عليها أذكر أنه بباب التولي والمرابحة تلاقي صاحبين خالوا نفس الحكم بينما الإمام فرق بين الحكم بين التولي والمرابحة في أي كتاب زكرا الشيخ النابلسي على التقسيمات زكرا في كتاب الفتح الرباني فتح الرباني أو الفتح الرباني I forgot but if you are interested I'll in sha'Allah bring the actual name سيد في سؤال هنا للشيخ سامر أشعري أنا لسك شيخان وأنا بتبع الشيخ الأكبر الشيخ الأكبر كان السلفي المعتقد بس على التفويض ليس على السلفي المعاصرة من التجسيم وأنا قرأت لي أحدي بدون تسمية أنه في عنده تلميذ ما ينفك عن اعتقاد الله للجسم وهذه مشكلة كبرى أتفضل سيد ولي سيد سيد can you explain تمانية على الله and حسن ظن بالله can someone have where do you draw the line I draw the line as سيدنا بن عطاء الله when you look at yourself you should have a lot of duties and whatever you know in that regard when you look at Allah Allah is absolute and not governed you know by those actions that we have I have a question the saying how do you view that with the saying من عرف نفسه عرف ربه I think no controversy between both of them you know because here when you look at Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala is absolute and when you look at yourself regarding your description attributes and names and actions you know you see the trace of Allah subhanahu wa ta'ala no relation between them even though the hadith من عرف نفسه عرف ربه شيخ الأكبر بيقول صحة كشفا but in our books you know of hadith they don't consider it as hadith I think since Ibn Ajiba is one of the latest one you know شرح Ibn Ajiba is going to be one of the best تعال نفهم إذن أن الحسن أن الحسن بالظن يعني الرجاء لا تفهم ذلك لأن الحسن بالظن يتعلق بسائر أعمالك والرجاء يتعلق برحمة الله ودخولك الجنة فاتحة is not to take away the sins you know I disagree with this part of opinion and this is to really relate to the Prophet . Any more questions? وَصَل parenthُوا وَصَلَ Barack عَلَى سَيِّدُنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَيْنِ وَسَحْبَهُ وِسَلَّمِ جَزَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدُنا مُحَمَّدًا صَلَّ اللَّهُ إِل السَّلَمَ وَأَلُوا اَلُوا سَيِّدُنا مُحَمَّدًا صَلَّ اللَّهُ وعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين